السلام عليكم أعزائي الطلبة في المحاضرة الماضية تناولنا موضوع البرنيشس أنيميا وشرحنا آلية حدوث المرض وكذلك علاقة الفيتامين بي 12 بحدوث المرض وأهم عامل الذي يؤدي إلى حدوث المرض وهو هجوم الجهاز المناعي على الأنصر البروتيني الذي يدعى بالانترنسيك فاكتر والذي يؤدي بالنهاية إلى حدوث المرض محاضرة اليوم ستكون عن مرض شاع جدا في المجتمع وهو مرض السكري وما يدعى بالدايبيتس ميلتس في نهاية المحاضرة سيكون الطالب قادرا على تعريف المرض ووصف عراضه وعطاء الأسباب كذلك شرح آلية حدوث المرض بالإضافة إلى تشخيصه ووصف العلاج الملائم للمرض ينتمي مرض السكري إلى مجموعة من الميتابوليك ديس أوردر اللي تتميز بالكرونيك هايباريك لايسيميا أو أنه زيادة في نسبة السكر وينتج يا أما من أدة أسباب أولا خلل في الإنسولين سكريشن أو إفراز الإنسولين أو قد يحدث أنه خلل في عمل الإنسولين الأكشن أوف إنسولين أو الرسبتر اللي تستقبل الإنسولين أو من الممكن يحدث بسبب الاثنين الأسباب التي يعتقد بأنها قد تؤدي إلى حدوث المرض أولا الأوبسيتي أو أوبرويتينج اللي تدل على السمنة السبب الآخر من الممكن أنه يكون بسبب تناول الأدوية التي تحتوي على اللي هي مثلا الستيرويد تيرابي أو الأشخاص المصابين بعدة أمراض الذي يتناولون الستيرويد تيرابي مثل المرض الكوشنج سندرام أو قد يحدث أثناء البريغنانسي اللي يؤدي إلى جستيشنال دايبيتس أو من الممكن في بعض الحالات كما في مرض السكري التايب وان أنه يحدث عبارة عن هجوم الجهاز المناعي على الإنسولين أو قد يكون الهجوم على الإنسولين رسبتر فيؤدي إلى حدوث أوتو أنتباديد تعمل أو تثبت عمل الإنسولين أو استقبال الإنسولين في بعض الأحيان قد تكون هناك رسباكتر من النوع الميوتيشن الميوتيشن دائما تكون على شكل الهيومن ليكوسايد اللي يكون مرتبط بها اللي هو الDR3 وDR4 أعراض مرض السكري كثيرة جدا نلخصها بأهم الأعراض وهي زيادة زيادة كمية السكر في اليورين كذلك زيادة نسبة التبول أو البوليوريا بالإضافة إلى الديهايدريشن اللي يسبب أو البوليديبسيا كذلك استهلاك كمية الماء من العلامات الأخرى هي الويت لوز الفتي والنوجيا والبوليفيجيا أو زيادة أو كثرة شرب الماء أنواع مرض السكري هناك نوع من مرض السكري النوع الأول اللي هو يدعى بالتيب 1 دايبيتس أما الثاني فهو يدعى بالتيب 2 دايبيتس التيب 1 عادة يدعى بالإنسولين ديبيندنت اللي معناته معتمد على الإنسولين النوع الثاني يعتبر نون إنسولين ديبيندنت النوع الأول دائما يكون هو مناعي أي أن الجهاز المناعي يقوم بالهجوم على الخلايا المنتجة للإنسولين اللي موجودة في البنكرياس بيتا سيل اللي موجودة ضمن جزائرات الأنقرهانز تؤدي الخلايا مثل الماكروفيج بتدمير الخلايا بيتا وبالتالي عدم قدرة هذه الخلايا على إنتاج الإنسولين وبنفس الوقت تقوم الوحدات الأنتيبادي أو جزيات الأنتيبادي بالهجوم على الإنسولين وبالتالي رح يتولد أوتو أنتيبادي ضد الإنسولين أما بالنوع الثاني فهو يتمثل بأن الإنسولين ينتج من خلايا بيتا سيل لكن لما يفرز ويروح يشتغل على الخلايا الهدف رح يلاقي صعوبة في العمل لأن الخلايا ما رح تقدر تستقبل هذا الإنسولين وبالتالي ما يؤدي الإنسولين دوره الأساسي وهو بتقليل السكر هناك أنواع أخرى من مرض السكري عادة تكون مرتبطة بفزيولوجية الشخص مثلاً أدنى gestational diabetes occur during pregnancy اللي يحدث بالنساء الحوامل أدنى نوع آخر هو المودي اللي maturity onset diabetes of young اللي يحدث عادة بالشباب وعدنا النوع الآخر اللي هو اللادا أو اللاتنت autoimmune diabetes in adult اللي يحدث بالأشخاص طبعاً البالغين الباثوجينسيتي of diabetes mellitus رح نركز على النوع الأول من الدايبيتس لكون أن النوع الأول هو نوع مرتبط بالمناعة حتى نفهم الآلية وتكون صورة واضحة رح ننتقل للسلايد الآخر اللي يمثل آلية حدوث المرض الآن كيف يحدث تدمير خلايا أو جزر langerhans أو جزيرات langerhans طبعاً هذه البنكر ياسبي اللون الأصفر نأخذ جزء صغير منه وكبرناه الآن نشاهدون اللي هو البي سيل وبعدها خلايا بيتا سيل كيف تحدث آلية تدمير الخلايا عندما تقوم الخلية الملتهمة للأنتجين اللي هي مثال هنا الديندرايتكسيل تهاجم جزيرات langerhans تأخذ جزء صغير منه الأنتجين تقطع وتعرض جزء صغير على السطح بين جزئتين M&C يعني هذا دائماً اللي احنا سمعناه قبل شوية أو إذا تذكرون DR يعني معناته أنه خلل حدث في تقديم الأنتجين فمن هنا تبدأ المشكلة فلما تقدم الخلية المقدمة للأنتجين الأنتجين إلى الخلية T-Helber إذا كانت هذه T-Helber هي T-Helber 1 طبعاً T-Helber هي بها مجموعة من الأنواع إذا كانت T-Helber من النوع 1 من النوع 1 إذا تحفزت رح تفرز انترفيرون جاما الانترفيرون جاما رح يروح يحفز الماكروفيج والماكروفيج بهذه الحالة رح تقوم بعمليتين العملية الأولى هي إفراز الانتر ليو كين 1 والتيومر نيكروسيس فاكتر ألفا اللي تروح بشكل مباشر تحطم أو تدمر خلايا لانجر هانز أو جزر لانجر هانز إذن آلية التدمير الأولى هي أنه تقوم الخلية T-Helber 1 بإفراز الانترفيرون جاما الانترفيرون جاما يروح يأثر عليماً على الماكروفيج الماكروفيج تقوم بإفراز الانتر ليو كين 1 والتيومر نيكروسيس فاكتر فتروح تأثر بشكل مباشر على البيتا سير أو أنه بنفس الوقت لما تتحفز الماكروفيج أيضاً رح تفرز الانتر ليو كين 2 الانتر ليو كين 2 ما رح يروح يأثر مباشرة على البيتا لانجر هانز أو جزر لانجر هانز رح يروح يأثر عليماً على CD8 بالتالي CD8 تقوم بقتل الخلايا أو تدمير Destruction of beta cell اللي موجودة بالانجر هانز إذن التدمير هالثاني رح يكون عن طريق CD8 الطريقة الأخرى للتدمير أو الطريقة الثالثة للتدمير بدل ما أن تكون هذي تايب 1 تي هلبر 1 رح تكون تي هلبر 2 إذا كان تي هلبر 2 رح تقوم بإفراز الانتر ليو كين 4 الانتر ليو كين 4 رح يأثر عليماً على الخلايا بي سيل بي سيل رح تتصير بيها برولايف ريشن وماتوريشن تتحول لبلازما سيل بعد ذلك البلازما سيل تفرز أوتو أنتبادي الأوتو أنتبادي روح يأثر أو يدمر خلايا بيتا لانجر هانز إذن ثلاث عمليات لقتل أو تدمير البيتا سيل رح أعيدها بشكل سريع هناك ثلاث عمليات قتل للبيتا سيل باللانجر هانز الطريقة الأولى عندما يحدث عمليات اكتيباشن لتي هلبر 1 إذا كانت هاي تي هلبر 1 رح تفرز انترفيرون غاما الانترفيرون غاما رح يأثر على الماكروفيج الماكروفيج رح تفرز انتر ليو كين 1 والتيومور نيكروسيس فاكتر رح يأثرا بشكل مباشر على البيتا سيل وبالتالي تدمير الهدف أو أنه نفس الماكروفيج أيضا صار لها تحفيز رح تفرز الانتر ليو كين 2 الانتر ليو كين 2 ما رح يروح يأثر على جزيرات لانجر هانز بشكل مباشر وأنه ما رح يروح يأثر على الـ CD8 T-Cell الـ T-Cell هاي ووظيفتها هي وظيفة سمية قاتلة فتروح تأدي إلى قتل الخلايا البيتا سيل باللانجر هانز وبالتالي تتدمر الخلايا الطريقة الثالثة للقتل تحدث عندما تتعرف T-Helper 2 النوع الثاني على الأنتجين فرح تصير لها عملية تحفيز رح تفرز الانتر ليو كين 4 الانتر ليو كين 4 وظيفة يروح يأثر على البيتا سيل أو البي سيل البي سيل هي خلية مناعية وظيفتها إفراز الانتي بادي الانتي بادي لما ينفرز من البي سيل رح يروح بشكل مباشر يتعرف على الخلايا الهدف اللي هي في هذه الحالة البي سيل وبالتالي تحدث عملية التدمير إذن ثلاث طرق أساسية لحدوث تدمير البيتا سيل والتي تؤدي إلى حدوث السكري من النوع الأول إذن نرجع لها السلايد السابق اللاحظة الآلية كيف تحدث بالتفصيل يعني كما شرحتها الآن أنه تحدث عملية الأوتوانتيجين يأخذ بالانتيجين برزند نكسيل رح يؤدي إلى تحفيز التي هيلبر وان إذا تحفز التي هيلبر وان رح تفرز الانترفيرون أو انترفيرون غاما الانترفيرون غاما رح يحفز الماكروفيج الماكروفيج تقوم بعملية لعملية الأولى إفراز الانترليوكين وان وتيومور نيكروزيس فاكتر رح تروح بشكل مباشر لتدمر الخلايا أما النقطة الثانية فهي الانترليوكين 2 رح يحفز السيتوتوكسيك تي سيل اللي هي سي دي ايت النقطة الأخرى وهي التي هيلبر إذا تحفزت رح تفرز الانترليوكين 4 وبالتالي تأثر على البي سيل وتأدي إلى حدوث الأوتو انتبادي أو إنتاج الأوتو انتبادي سؤال ما هي أهم الأوتو انتبادي اللي تنتج عندما يحدث المرض السكري طبعا عندنا نجموعة من الانتبادي احنا كما ذكرنا قبل شوية أنه البي سيل رح تفرز أوتو انتبادي تأثر تشتغل ضد جزيرات لانجرهانز أي جزء معين تشتغل ضده رح يتكون نوع معين من الانتبادي أنواع الانتبادي اللي رح تتولد هي كالآتي عندنا النوع الأول اللي هو ICCA اللي هو دائما مرتبط بالتايب 1 أو أنه الانتبادي ضد السايتوب لازم لجزر لانجرهانز أو خلايا لانجرهانز أو جزيرات الموجودة في البنكرياس طبعا هذا يكون نسبة 90% موجود بالتايب 1 النوع الثاني هو الانتبادي ضد السيرفاس أو سطح الخلية جزيرات لانجرهانز اللي يدعى بال ICSA هذا الانتبادي موجود بـ 80% من حالات التايب 1 وكذلك موجود بالتايب 2 النوع الثالث من الانتبادي الانتبادي اللي راح يتولد ضد مركب أو أنزيم معين يدعى بالغلوتاميك أسيد ديكاربوكسيليز أو يدعى بالمختصر القاد هذا الأساسي وهو سبيسيفيك ومهم جدا في تشخيص مرض مرضاء السكري النوع الرابع هو الانتبادي اللي تولد ضد الانسولين أو الانتي انسولين انتبادي اللي موجود أيضا بمرضاء السكري إذن أربع أنواع أساسية تتولد ضدها الـ أوتو انتبادي وهي مهمة جدا في تشخيص مرضاء السكري إشارة بسيطة للتيب 2 دايبيتس اللي هو طبعا موجود بنسبة 90% من جميع مرضاء أو حالات مرضاء السكري طبعا هذا يحدث نتيجة أنه خلل في عمل الـ يعني ليس الخلل أنه البيتاسيل متقوم بصناعة الانسولين وإنما الخلل يحدث أنه ينتج الانسولين لكن الخلايا الهدف ما تستقبل الانسولين وطبعا هو مرض غير مناعي لذلك ما توسعنا في هذا المرض لكون أنه موضوع دراستنا هو الأوتواميون ديزيز تشخيص مرض السكري تشخيص يعتمد على إجراء عدة اختبارات منها الفاستين بلازما غليكوز وقياس نسبة غليكوز بيتدم اللي يكون نسبة عالية كذلك الهيموغلوبين A1C اللي هو غلايكيتد هيموغلوبين وقياس البلاديوريا نايتروجين البيو أن والسيروم كرياتينين بالإضافة إلى القيام بالاختبار الـ سي بابتايد يعني الإنسولين المنتج بالجسم وكذلك الإنسولين اللي يأخذ عن طريق الانجابشن عن طريق هذه المعادلة نطلع نسبة الخلل الموجود بنسبة الإنسولين الموجود بالجسم كذلك من الاختبارات المهمة وهي الاختبارات المناعية اللي ذكرتها عن طريق سؤال What are the immunological markers in diagnosis of autoimmune diabetes اللي هي قبل شوية ذكرناها مجموعة من autoantibody اللي تتولد ضد السكري اللي هي طبعا أربعة ICA اللي هو autoantibody ضد cell cytoplasm كذلك الـ autoantibody ضد الإنسولين بالإضافة إلى الـ المتولد ضد ديكاربوكسيليز والـ autoantibody المتولد ضد anti-gene 2 أو من النوع الثاني وليد عابل IA2AS treatment of diabetes ميليتاس رح يكون عليكم هومورك يسلم يوم الأربعاء من هذا الأسبوع سؤال عن المحاضرة سؤال مهم what are the three methods by which the beta cell destroyed يعني ما هي الطرق الثلاثة اللي تدمر بها الـ beta cell بمرضى السكري يعني بفعل جهاز مناعي وتلميح لكم طبعا شرحتها ب mechanism of pathogenicity of DM طبعا هذا السؤال ليس من ضمن الـ homework الـ homework فقط هو treatment of DM